قال مصدر مقرب من زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي أنه وضع على الطاولة أربعة خيارات من بينها الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وأكد المصدر أن الحزب وضع أربعة خيارات على الطاولة هي تعليق العمل في البرلمان أو الانسحاب من الحكومة أو الانسحاب من تحالف إدارة الدولة أو الانسحاب من كل شيء على غرار ما فعله زعيم التيار الصدري قبل نحو عامين وأشار إلى أن القوى الشعية تتعامل مع الأحزاب السنية بطريقة المقايضة وتلعب على وتر الانقسام وتشغله لصالحها مبين أن خيارات الانسحاب قائمة لكن لكل منها ضريبته ويجب أن يضع ذلك في الحصبان